طرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظالكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى أحين والله جعل لكم مما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاه المبين يعرفون يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول فإنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين